اشتركوا في القناة المرة اللي فاتت تكلمنا عن ضريبة السؤال والمرة دي هنتكلم عن لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسوءكم ايه رأيك في الموضوع؟ الموضوع ان محمد ما بيحبش حد يدخله في تفاصيل تخليه يتناقض أو تناقضه يظهر يعني في فيلم كومي دي كده كان فيه ظابط يعني ايه عايز يحل الآزمة ويعرف ايه اللي حصل من غير ما يخش في التفاصيل فكان يشت من اللي بيشتغل معه يقوله ما تدخلونيش في تفاصيل متحة هو النبي كده ما تدخلونيش في تفاصيل هارت في الكلام وهيطلع حاجة حاجة نسخها تاني وهتسببولي مشاكل ودي أزمة في الثقافة بتاعتنا اللي هي مش ثقافة أسئلة وهو ده برضو احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فات عن الإنسان الساحر والإنسان الصانع وليه أوروبا دلوقتي تفوقت علينا لأن الصانع تفوق على الساحر اللي بينتظر أن الحل دايما يغدق عليه من السماء يجيه من فوق يقع من السماء يحكم مصباح علاء الدين يجي الحل لكن الدنيا مش كده فالناس في أوروبا تقدمت عشان يبتعد تسأل ليه كده ومن اللي عمل كده critical thinking اللي هو التفكير النقدي لكن هنا عند محمد لا تجادل ولا تناقش يا أخي ده برضو شعر الإخوان المسلم لو دخلت في جدان طاعة يعني كده الفتنة الفتنة تؤشد من القتل إزاي يعني بلاش لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله وعنا والله وغفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين شفتوا أنا أتكر صورة البقرة وأنا بأراها كنت دائما نسأل نفس السؤال أنا كواحد دلوقتي عاشي النهاردة هستفد من صورة البقرة حدوتها كده وقال لهم انبحوا بقرة قال لهم شكلها إيه مش عارف إيه لا أشياتها فيها وتفاصيل وفي النهاية ما فهمتش فهو محمد عايز يقول لهم شفتوا موسى لما سألوه قوم لما دخلوا في التفاصيل تفاصيل صعبها عليهم ولعنهم ربنا وحولهم بقى بعد كده قرروا خنازير وحوادث كتير فلا تسألونيش في أحاديث مرفقة للموضوع ده وأحيانا دخلوها في سبب النزول إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتي رأيكي يعني مش اللي قتل ومش اللي سرق هو أعظم جرما لو واحد جي السأل عن حاجة يا رب البيبس حلال ولا حراء وما نكت ساك حراء يلا شوفت فكده هو أعظم جرما يعني حاجة كده غريبة هو مش عايز يخش في تفاصيل ما تنبشونيش أيوة ما تنكشونيش ما تنكشونيش ده نجوا بلاوي ده أنا ممكن حرم عليكم أشياء وتندموا يعني حرم من أجل مسألتي يهو يبقى حرام يبقى حلال يهو كويس للبشرية يهو مضر بيها مثلا مش إنه أنا كنت ساكت أنا كنت ساكت حرمتوا شو شو يتقوا شري تورطوا يحذركم الله نفسه آه ده أنا عارف نفسي أنا عارف نفسي أنا بحب التحريم فما تنكشونيش طب رأيك في صحيح مسلم جاء حديث برضو بيحطوه في سبب النزول سئل للنبي عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سالوني عما شئتم يعني وهو غضبان آه أنا عايز خمسة كتفون آه فقال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر قال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله من الغضب الله على عبوك على أبوه على شو الجحصة قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله يعني سمحنا عبوك وكلكم آه سمحنا أنه تخيل بقى أول حاجة ده بيديك فكرة عن المجتمع اللي كان اللي كان حاله على متخلفة من أبي يعني هو رجل بيديك فرصة أن أنت تستفسر عن حاجاتك آه من أبي طب أنا أم الطرحة بتعيتها لونها إيه آه ده على فكرة كانوا بيقوله أين ناقتي آه في حديث ثاني بيقوله أين ناقتي إنت رسول أين ناقتي من أبي وده بيقول لك أنه المجتمع كان علاقات يعني معروفة الناس شكف حتى في من أبوها يعني من أبي أبوك حذافة في حديث ثاني برضو نعرى نعرى ده صحي مسلم عن أبي هريرة أبو إيطة وانت عب تحب الأطاب آه أهو أبو طيطة أبو قطيطة أيها الناس the father of the little kitten كده أبو هريرة عن أبي هريرة قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت مش هتكلم حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذاروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم هيا دي بالضبط بتاعة ثلاث البقرة يعني هو التانيين هلكوا ليه عشان كانوا بيسألوا كتير وانا مش عايز لوك لوك عشان انا عصابي متوترة أصلاً وبغضت في الكلام وبتاهته وحسب بيبلوك وبلاوي فما تجرونيش في الكلام داروني ما تركتكم أنا سايبكم سيبوني طب هو حد بيسألك كذا ما تدد له إجابة هي الحج كل سنة فريضة ولا كل ثلاث سنين طب إيه رأيه لو قال نعم تصير واجبة يرجع في كلامه ويطلع عاية لا يقول لهم لا أو خلاص حجة واحدة ما هو ما زبطوها بعد كده وقالوا حجة واحدة الفريضة حجة واحدة في عمرك كله ده بيديك فكرة أنه ما كانش تحليل من ربنا ولا تحريل من ربنا هو عملي زبطها كده تمشي هو كان يرمي للتحريم أو التحليل يعمل له تيستين اختبار نجح تمشي ما فيش يروح يطلع لهم رخص تاني يحرم عليهم مش عارف ايه ليهم تعبوا يقول لهم تب بلاش قد عفى الله عن مش عارف ايه وعرف أن فيكم ضعفا فإذا عمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ما الله من غير كلام من غير تفاصيل لا تناقش ولا تجادل يا أخي حتى تنتصر الأمة ونكون قوة مش عارف ايه ما فيش فتنة وما فيش خلاف وقائدنا يقول لنا نمشي على اليمين نمشي يمشي على الشمال الفاشية والديكتاتوريات كلها كانت تموت في المبدأ ده هتلر ما تخشش معايا في حوارات جانبية القائد أمر نفذ ما تتفلسفش حتى السحابة مشيوا على المبدأ ده في تفسير التبري للطلاق 12 قال رجل ابن عباس الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع برضو فسأل ابن عباس قال له ايه معناها من الأرض مثلهن شرح ليها فقال ابن عباس ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر ما أخذ منطق ربنا ما عاما أن نرسلها بالآيات إلا كده طب ما أنا ممكن أقولها لك وانت تروح عتكفر بها كده كده أحسن ما تعرفش هي كده ومن الأرض مثلهن خلاص هي كده إحنا إزاي كنا بنؤمن بالحاجات دي أنا مش فاهم ما هونت لازم بدام أنت مضيت على بيض أن ده كلام ربنا وأن ده وحي من السماء لا يمكن تحطه في عين النقد لازم تبصله دايما هالة التقديس أنت لو حد قال لك لو قال لك والقطة والفار والخوزة والمنشار وقال لك بصوت كده وقال لك ده من عند ربنا ممكن عينك تدمع وأنت مش عارف تعني إيه أصلا ما فيش هو أنت كنت إحنا نعرف العاديات ما كنا بنسمع العاديات ونخشع بس عشان ده من عند ربنا أكيد حلوة يا أخي يلا بصوا اليوم اعملوا لايك واعملوا شير وما تسألوش عن التفاصيل الله يخليكم لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم خلاص انتهي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة